السلام عليكم اخواني اخواتي الطالباء في فيديو جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية اليوم مع الدرس الرابع اللي هو كما شفته في العنوان درس لافيزي كومينيكاتيب او الهدف التواصلي كالعادة نبدو نشرحه وشي هو هذي الهدف التواصلي الهدف التواصلي الهدف التواصلي معناها صاحب الناس اللي هو الوتاغ الوتاغ او صاحب الناس من كتاب تولي الناس تاعه او الناس تاعه مثلا يكتب الناس تاعه اذا كتبه طبعا موجهة للقراء لي غرح يقرأ الناس تاعه القراء هذا يأكيد عنده هدف منه يكتب الناس هذي عنده هدف يعني هدف حاب يوصله من خلال التواصل مع ديلي كتاب تاعه هذا هو شمعناه الهدف التواصلي معناه الهدف اللي حاب يوصله لصاحب الناس هذي ولكاتب لقراء تاعه نعطيك المثال مثلا تعظرك كتب رسالة صديق مثلا رسالة صديق عندك هدف حاب توصله لو من رسالة ذي قادر تكون مثلا حاب توصل له معلومة برك قادر تكون حاب تشكره على حاجة تشكر هذا يا صديق انت عندك هدف معين مثلا قادر تبعث رسالة للعدو مثلا تحداه فيها المهم انتك تكتب رسالة عندك هدف منها قلناه صاحب الناس كي يكتب الناس تاعه عنده هدف بيت حاب يوصله لليكتاغ تاع القراء الهدف هذا يسمي وها نحاول الان ننتقل كيف هي طرحوا عليه الاسئلة اول حاجة لازم تعرفها انه عندنا مجموعة من الاهداف التواصلية راح ندرسوها واحد واحد بعد قليل بعد ما ندروا كيفية تطرح السؤال في البكالوريا طريقة تطرح على طريقتين دي الطرحة طريقتين دينا طريقة الأولى يقولك كدي كمينيكاتي 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 د لوتار لوتار هذي ميطود واحد طريقة الأولى دي طرح السؤال في البكالوريا يقدر يبدل لك كلمة كلمة كمينيكاتي كمينيكاتي دولوتار ولا يقولك دولوتار هذا الكامل عندهم إجابة واحدة لهي معناها طبعا ما هو الهدف تاعه الهدف تاعه ذلك ندرسوه مجموعة من الاهداف ليجيوا في النصوص في النص التاريخي في هذا النوع من النصوص ننتقل الآن لطريقة ثانية لطرح السؤال هي يقولك لوتار وذي ولو يجيبوها في البكالوريات الأخيرة بزاف ذو يعطيك مجموعة من الاقتراحات ذلك يقولك لوتار حاب وش حاب يريده الكاتب يريده ولا صاحب النص يريد يعني وش حاب يوصل نفس الهدف تاعه وش الهدف تاعه ولا وش حاب يوصل للقراء تاعه وش هو الهدف التواصلي تاعه من خلال من خلال كتابته لهذا النص ويقولك يعطيلك المجموعة من الفيزي كومينيكاتيف اللي رح ندرسوهم الآن أنواع تاحهم اللي يجيوا في النص التاريخي وانتا تخيري يقولك في الأسفل هنا إما يقولك شوازي معناها اختر شوازي ل بون غيبونس معناها اختر الإجابة الصحيحة في بعض الأحيان يقولك شوازي بلا شوازي سي ل بون غيبونس هذه حبيت نكتبها خطر فيها ملاحظة مهمة ثم ما يقولك لي بون غيبونس يعني يقولك اختر الإجابة الصحيحة معناها إجابة واحدة انسال غيبونس انسال غيبونس هنا انسال غيبونس اختر الإجابة الصحيحة المناسبة يعني إجابة واحدة هنا يقولك لي بون ريبونس معناها عدة إجابة اثنين ثلاثة او المهم انت تسمت لهل هذه حاجة مهمة بزاف في الباكالوريات لأنه ساعات يقولك اختر لي بون ريبونس معناها اثنين او ثلاثة هذا بالنسبة لطريق طرح السؤال نروح الآن لللي ويزي كومينيكاتيب وينهم دي كينين نسميهم من بعد ننتقلوا كلها واحدة وحدها كومينيكاتيب ونقولوا طبعا نقلوا الوقتها تجي كلها واحدة وكيف هنا عرفوها بليه اللي كان في الناس لدينا انفورمي سمارة بيزي انفورماتيب لدينا كومي موغي كومي موغي لدينا ايضا نشرحوا كلها واحدة واحدة نحن نذكرهم فقط لدينا ايضا دينونسي 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 هذا من ثلاثة او كان اربعة مشهورين بزاف البكالوريات ومعهم ايضا غندغ 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 او ماج لدينا ايضا هذا من المشهورين يجي بزاف البكالوريات الان لدينا ايضا اناليزي اي كومنتي اناليزي اي كومنتي ولدينا ايضا هذه تيموني كان تيموني وكان غابورتي ان تيمونياج كل واحدة واحدها بعد الشرح راح نفسدهم وكان الاخراء اللي هي اه غيطة بليغ معناها كشف حقيقة معينة حشف حقيقة ما غيطة بليغ ان في غيتي ان في غيتي هذا هم الانواع اللي كانين درك نشرحه كل واحد باللغة العربية وكل واحد دكتها يجي في مصر نبدأ مع اول واحد اللي هو كما قلنا كيس سؤال طبعا نجاوب واحدة من هذا ما ولا يعطي لك في الاقتراحات واحدة من هذا ما عندك نبدأ ان فورمي ان فورمي معناها اي مد معلومات يعطيك معلومات ديزانفورميسيون على حاجة معينة على حدد تاريخي ومع لحاجة تاريخية معينة يمد لك ديزانفورميسيون يعني معلومات وكتهنا وكتهد جينا هذي اكتهي كل ربيزي ان فورمي كيعود لوتر ابجيكتيف يعود لغة اوبجيكتيف جينا هذي وش معناها اوبجيكتيف معناها موضوعي درك نديره في الدرس القادم الوبجيكتيف يتيب التفصيل تفهم مش معناها اوبجيكتيف نعطيك مثال فقط خفيف بعد ما ننتقله باش تفهم مش معناها اوبجيكتيف اوبجيكتيف مثلا يعطيك يقولك مثلا احمد زبانا وشهيد طبعا شاركة في الثورة يقولك مثلا الكاتب صاحب النص كما هيك في الجملة اللي بعدها مثلا يقولك البطل في جملة خلاف نص خلاف اقصد البطل شوفوا لي الفرق بين الجملتين احمد زبانا شاركة في الثورة هنا في الجملة اللولة الجملة اللولة هنا كان اوبجيكتيف معناها مدلك المعلومة كما هي ما زادش فيها رأيه الشخصي يعني اوبجيكتيف ما كانش رأيه الشخصي هنا كيما تشوفوا زاد كلمة البطل معناها هنا كلي أعطى رأيه شخصي تاعمو حاذر معناها معناها ما مدلكش المعلومة فقط حاول انه يزيد فيها يعني هنا زاد عليها كلمة البطل يعني كي يعطيك المعلومة بدون اي زيادة يعني مثلا يقولك فرنسا مثلا استعمرت الجزائر استعمرت الجزائر ولا يقولك في الجملة الاخرى مثلا عنديك المثال فرنسا المستبدة مثلا الظالمة المستبدة الظالمة في الفيديو من الان نشرحها بالتفصيل كي يقل لك هو المستبدة زيادة رأيه الشخصي. آآ ابجكتيف. آآ اه. اه قلنا يكون لابي زي. الفورمي. دسمع الماري. tags عليه. ليحدف الى ihm e para me. وتقول طبعا ان فرمي لدكتاق 2 و تقول موضوع تعالنصر. هذي ها كيف تجرب على سؤال كيعد بشكل تاوها. قد اينا على فيزي الثاني اللي هو كمم موغي. كمم موغي هذه وش معنها كمم موغي whatever. كمم موغي التاريخ. كومي مغي معناها احياء. واني في المؤمنة كومي مغي معناها احياء حدث تاريخي ولا آآ ذكرى تاريخية. يحاول انه يدير لها احياء. آآ مثلا كما انتم اعطيك مثال مثلا انت كل كل عام نحتافل احنا بالمولد النبوي كل سنة. نحتافله بالمولد النبوي الشريف الاحتفاء احياء لهذه الذكرى. هو مثلا يدير احياء الحدث معين مثلا احياء التاريخ اندلاع الطاورة مثلا واحد نوفمبر يدير له احياء احياء الهدايا التاريخ. اكيد انتم على بالكم بالليل احياء رح يكون في مثلا انتها مثلا كل عام نحتافل المولد النبوي الشريف. طبعا في اليوم اللي كان فيه المولد النبوي الشريف اللي كان فيه. اليوم اللي كان فيها المولد النبوي الشريف. كذلك هنا مثلا رح يحتفل بواحد نوفمبر الف وتاريخ اندلاع الثورة. آآ كيود رح يدير احياء الهدايا من خلال ما استيعه. اكيد رح يكتب عليه ولا في اليوم هذاك ولا في الايام لقريبا اليوم ذاك طبعا اه في اليوم لي قبله لي بعده او او اسبوع ذاك المهم اه في الوقت ذاك. يعني كي تروح انتايا هنا يا اللي اخرت على النص كي ما ادرنا في الدارس لي فات في اللي اخرت على النص اللي تبع معي الدارس لي فات كان الجملة الاخرة اللي هي هذي اللي جي هنا. الجملة هذي كوش فيها فيها قلنا اه ثلاث حوايج اسم لا صاحب النص تاريخ اللي تلقاه هنا رح يكون اه التاريخ اللي تلقاه في الجملة الاخرة هذي هنا رح يكون قريب للتاريخ تاع الحادثة اللي رح نحييوها مثلا اه النص تاع وكتبوا في اه تلقاها واحد نوفمبر الف وتسانية وخمسة واربعين الف وتسانية واربعة وخمسة اه اه كتبوا هنا والحدث التاريخي هنا بعد تسمى تعرفها باليو احياء اه الذكرى معينة هذي كومي موغاسيون داني بالمو اسطوري ننتقلو للي بعدو اللي بعدو اللي هو دينون سي دينون سي او يستنكر باللغة العربية يستنكر هذا واحد الافيزي واكتهيجينا الافيزي كومينيكاتيف استنكر يستنكر عندما يكون الكاتب فلنستيعو لصاحب النص فلنستيعو قال ليستنكر في حاجة اللي هي هنا طبعا اكيد وش راح يستنكر مثلا نعطيك المثال يستنكر في فرنسا كيما قلنا كبير يذكر عليها حويج مامش ملاح ليكسيك بيجو غاتيف معناها ذم ليكسيك بيجو غاتيف ليكسيك بيجو غاتيف يهو الذم على عكس غند غماج لنبعد جينا هذي اللي نديروها هنا يعطيك ليكسيك بيجو غاتيف اذا فرنسا مثلا يقول فرنسا ظالمة المستبدة للمستعمر الظالم الى غير ذلك المهم تفهم باللي نص يهدر على فرنسا ولا على حاجة مش ملاحة وقعد يذكر في الاذم فيها ولا يذكر في الليكسيك بيجو غاتيف تحى هنا تعرفوا باللي او الافيزي كومينيكاتيف دينونسي يستنكر لدينا لبعدها اللي هي غندغ غندغ اوماج هذه هي عبارة عنك باللغة العربية تكريم هذي التكريم تكون في الغالب يعني تكون لمثالين الشهيد والشخصية تاريخية الغالب الشهيد من شهداء الثورة كيما النص اللي در تلك محليناها هذك على اه شهيد احمد زبعنا هذك كان نص مقترح هذك حليناه اه اه لما شافش النص يكتب فقط احمد زبعنا نص مقترح ويزيد لها الدكتور ايمين بوان عام راح يجيه النص هذا يعود يحلو مش تروح الناس كامل بدغة العربية المهم قلنا اه اه يقول كيما قبيل قلنا مثلا يذكر ليكسيك 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 ميليو غاتيف ليهي عكس البيجو غاتيف ليهو المدحة مثلا كيما قلت لكم يقول اه البطل اه احمد زبعنا تشوفوا بلي قاعد في الشخصية دي يكرم فيها ويذكر في يمدح فيها يذكر في ليكسيك ميليو غاتيف تحها يشكر فيها يمدح فيها الى غير ذلك هذه هي غند غماج في الغالب تكون شخصية تاريخية كما قلت لكم معروفة هنا ايضا اناليزي اناليزي اي كومونتي هذي سهل اخذها اناليزي اي كومونتي ههنا اناليزي اي كومونتي هذي هذي تلقاه كيفية تعرفها باليوية اي اه يحلل معناها تحليل وتعليق هاي باينة تحليل وتعليق باللغة العربية يحلل ويعلق اه فعل طبعا يحلل ويعلق اه هذي كي يذكر لك اي يدكي لك الاسباب والنتائج تاعه حادثة معينة مثلا انت حادثة المير واحد يدكي لك الاسباب تاحها يذلك حادثة المير واحد يدكي للك النتائج تاحها وتشوفوا بداي يحلل كما هيك يعطيك في الاسباب يكثر لك الاسباب ونتائج تعرفوا بليو اناليزي هنا نقطة فقط كما قلنا في الأول. اخي قلنا احنا باللي. قلنا قينة انا احنا كيضا أتعلق Vielen." ´ on siamo شخص ما جاء.pert وش رح يكون هنا'. بما انه حاديك الأسباب اذا غير ذلك كي تعود اناليزي معناها الافيزية رح يكون سما هذي تزيدوها فقط سما كما مثلا كوميموغي دينونسي غوند غماج هذي كل الافيزي بعد هو كوميموغي غوند غماج بس هكيتعود انفورمي هو الانفورماتيو وكيتعود اناليزي وكمانتي لافيزي ارقيمونتاتيو سما تكتبو لوتر اناليزي كومانتو تكتبو على ما هي اناليزي ننتقلو اللي بعدها الان اللي هي فيما يخص تمانياج اللي هما اتنين عدنا يا اما تماني تماني والا هذا ما اتنين كل واحدة واحدها طبعا غابورتي ان تمانياج تمانياج هذا كفا تعرفوه يا اما يكون تماني معناها قاعد هو يشهد هو صاحب النس بعد هو شاهد هو شاهد في النس ن 마�ится من اللي هنبف tells هكذا إطلاق بين حدadelات سهم إطلاق الرقم كيف نستطيع شاهد كانت باقي كان شاهد على الحادثة في وقتها المثال ان كان يعيش في ثورة ما pageft والا رقم انتمونياج. انا هتلقى يحكي اه يحكي على اه شهادة شخص معين. شخص معين يهزها مثلا يهز شهادة ذيك مثلا شخص شاهد في الثورة مجاد او مهم يهز ذيك شهادة تعه ويحطها في المستاعو يستدل بها. يستدل بها. هذا هو يعني كان ايضا كل واحدة واحدها. اه ملاحظة فقط قبل كدرنا اناليزي كمونتي. كدرنا اناليزي كمونتي درنا اناليزي كمونتي. اه ممكن هنا بما انه حجاجي ايضا قلنا راح يكون هنا ايضا كائن كائن ممكن تلقى ايضا تموانياج يعني مش غير في تمواني ايضا ايضا ممكن تلقى الشهادة. هذه ملاحظة حبيت نزيدها فقط في اناليزي كمونتي. ممكن تلقى شهادة. ترهوا الاخر واحدة. هي ما ما تجيش بزافة. غيطابلير. غيطابلير ان في غيطابلير ان في غيطي هذي وش فيها? اه غيطابلير ان في غيطي معناها كشف حقيقة. اه كما على بالكم الحقيقة بتاع ثورة من اه تاع مثلا الاستعمار مثلا جرائم الاستعمار ولا كاللي منها اه ماش واضحة في الكتب ولا هو يحاول انه يكشفها من خلال انه يشوف اه يسمع شهادة تعناس ولا حقيقة مش واضحة. حاول انه يكشفها كما نقوله كشف الوجه الاخر اللي فرنسو. اذا غير ذلك اه يعني حويج يكشفها من خلال النص تفهمه باللي قاعد يكشف في معلومات مثلا اعطيكم امثلة فقط مثلا على الثورة مثلا اه حويج ما كانتش على بالهم بها يعني يكشفها هو. هذه هي اه قليل وين جيها دي طبعا. اه ليجيوا بزا فهما كما قلت لكم اه ربعة اللولين هذو. اه الخمسة. هذا كان بالنسبة للفيديو اليوم نحاولنا نديره فيه الافيزي كومينيكاتيف كامل. اه طبيعة الاسئلة اه كلها واحدة كيف اه نتمنى يكون اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو ما تسوش ديرونا اجام تعليق تحفيزي وتشتركوا في القناة اذا كنت مش مشترك. ولا تنسونا من صالح دعائكم نلتقي في فيديوهات قادمة ان شاء الله.